اهلا بكم مجددا مشاهدين و اهلا بك سيهام في فقرتنا لنهار اليوم لالبيئة اهلا بك اوسامة انت وكن متابعي برنامج صباح النوف طيب البداية ستكون سلبية للأسف الشديد اكثر من 40% من الانواع البرمائية مهددة بعلان قراط هكذا قلت سيهام نعم بالفعل وهذا ما اكده العلماء فقد افاد تقييم عالمي صدر في مجلة نيتشر العلمية ان اكثر من 40% من الانواع البرمائية مهددة بالانقراض بسبب التغييرات المناخية وتدهور البيئي وفقدان الموائل التفاصيل في سياق التقرير التالي اكثر من 40% من الانواع البرمائية مهددة بالانقراض حاليا هذا ما اكده احدث تقييم عالمي نشر في مجلة نيتشر العلمية فالبرمائية تختفي بشكل اسرع مما يمكن دراستها ما ينذر بكارثة حقيقية نظرا لدورها في المجال الطبي ومكافحة الافات عالم البيئة ري وايلد كيلسينيم قال ان المرضى وفقدان الموائل ادى الى انخفاض اكثر من 90% من اعداد البرمائية قبل عام 2004 حيث ان تأثيرات الانظمة الجوية المتغيرة والظروف البيئية تسببت في 39% من هذا الانخفاض في حين تسبب فقدان الموائل ب37% عالم الحيوان في جامعة اكسفورد جوناثان بيلي قال ان البرمائيات حساسة للغاية لعوامل مثل تغير المناخ والتلوث وهي بمثابة تحذير صارخ من تداعيات التغيرات المناخية من جهتها قامت جينفالويتكي عالمة البيئة البرية بتقييم 8011 نوعا من البرمائيات لتحديث وضعها في القائمة الحمراء للانواع المهددة بالانقراض لتكتشف ان عدد حالة انقراض البرمائيات المعروفة قد يصل الى 222 على مدار المائة والخمسين سنة القادمة من المتوقع ان يؤثر انخفاض هطول الابطار في المناطق الاستوائية الرطبة على تكاثر الضفاطع في حين ان البرمائيات التي تعيش على قمم الجبال ستضطر لتسلقها لتتكيف مع تغير المناخ لذلك تؤكد لويتكي وفريقها ان المعلومات التي جمعوها يمكن ان تساعد في توجيه جهود الحفاظ على البرمائيات إذن بالفعل اسامة انخفاض او انقراض الانواع البرمائية هو امر خطير بالفعل نظرا لدورها الكبير في الحفاظ على الصحة النظم البيئية المخزنة للكربون ما يجعلها فعلا اساسيا في مواجهة مشكلة الانبعاثات هذا من جهة من جهة اخرى لها دور كبير في التحكم في اعداد الحشرات وهو امر لا يقل اهمية عن دورها غذائية تقصدين نعم نعم مثلا اعطي لك مثالا اسامة في ثمانينيات القرن الماضي في امريكا الجنوبية انخفضت الضفادع التي ستتحكم في عداد البعوض ما رفع من حالات المالاريا بشكل كبير اذا انخفاض عدد حيوانات البرمائية بشكل عام سيساهم بشكل كبير في زيادة الاوبئة والامراض وهو كذلك النظام البيئي مترابط ككل يعني ينقصوا واحد يختل كل النظام نعم نظام عقد جدا طيب الآن اعتقد ان هذا خبر ايجابي اخيرا يتعلق بالبيئة توقعات بان يصبح او تصبح الطاقة الشمسية اكثر اهمية في العالم قريبا نعم اسامة فقد قال باحثون بريطانيون من جامعة اكستر في بحث نشر حديثا انه من المرجح ان تصبح الشمس اهم مصدر للطاقة في العالم بحلول عام 2050 العلماء يظنون ان قطاع الطاقة وصل لنقطة تحول حيث بدأت الدورة الفعالة ذات التعزيز الذاتي في التحرك بين استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية وعملية التعلم بالنسبة للشركات لجعل تكلفتها معقولة في السياق قال العلماء انه على الرغم من ان مسار الطاقة الشمسية لتصبح المصدر الاكثر اهمية للطاقة اصبح واضحا حتى دون دعم السياسة المناخية الاكثر طبوحا الا انهم اشروا الى اربع مجالات بامكانها اعاقة التحول نحو هيبنة الطاقة الشمسية على غرار مدى توفر محطات الطاقة المستقرة وتمويل الطاقة الشمسية في الدول النامية وقدرة سلسل الامداد اضافة الى بعض القوانين في المناطق التي ترتبط فيها الكثير من الوظائف بالصناعات التي تعتمد على الوقود الاحفوري اذلك اوصل باحثون الحكومات بتحول تركيزها من التحول للطاقة الشمسية نفسها الى القضاء على الحواجزي الاربعة وكذلك اتمنى ان يسير هذا التحول سريعا نعم اسما فبالرغم من تزايد الاهتمام بالطاقة الشمسية الا ان التباين يبقى كبير وواضح بين الدول المتقدمة والدول النامية ما سيعيق التحول الكلي نحو الطاقة الشمسية على وجه الخصوص والطاقة المتجددة عموما طيب نبقى دائما في ذات السياق ابتكار جهاز لتحليل الغازات الدفيئة احكينا على هذا الجهاز سهام وما هو دوره ربما في الحد من انتشار هذه الغازات نعم اسما فقد قام متخصص هنا في مركز الذاكى الاصطناعي الروسي بتطوير جهاز قادر على تحديد اتجاه التدفق ومحتوى الانبعاثات في الغلاف الجوي الجهاز مصمم للعمل كجزء من محطة القياس او في ظروف مستقلة لتحديد كمية انبعاثات او امتصاص الغازات الدفيئة في منطقة معينة كما يسجل التدفقات المضطربة لثاني اكسيد الكربون والميثان وكذا بخار الماء باستمرار اذ يسمح باستخدام المحللات اقول بالتحكم بفعالية اكثر في هذه المؤشرات اللافت في هذا الجهاز قدرته على قياس ثلاثة انواع من الانبعاثات في وقت واحد فبعد اثبات فعاليته عن طريق التجارب المخبرية يعتزم الباحثون اتمام الاختبارات واسعة النطاق والبدأ بعملية الحصول على ترخيص لاستخدام ابتكارهم في مجال الصناعة بنهاية او بحلول نهاية العام الحالي وهو كذلك الان الى التهديدات التغير المناخي الذي اصبح يهدد اكثر من مليار او نصف مليار شخص في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نعم اسامة فقد ذكر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي ان ارتفاع درجات الحرارة بوطرة كبيرة يهدد سبول العيش لنحو ستمائة مليون شخص في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث ترتفع درجة الحرارة بمعدل يبلغ الضحف المتوسط العالمي واوضح المنتدى ان المنطقة تتعاني بسبب الاثار السلبية على قطع الزراعة الناجمة عن الصدمات المناخية وفترات الجفاف الطويلة التقرير اشار الى وجود مؤشرات ترجح ان ترتفع الحرارة في المنطقة بمقدار اربع درجات مئوية بحلول عام 2050 كما صلت الضوء على التحديات التي تواجه عملية الاستدامة في المنطقة مخترحا حلولا تساهم في عملية ازالة الكربون وتقدم فرصا اقتصادية جديدة خاصة ان اجراءات الاستدامة في المنطقة تتطلب استثمارة كبيرة في الوقت والموارد لكنها في الوقت ذاته تحمل فرصا اقتصادية كبيرة عن طريق الانتقال لمصاري الطاقة المتجددة في ذات السياق قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجين بريندا ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لها من الانكانيات ما يضعها في الصوفة الامامية لجهود المبدولة التي تسمح بتحقيق الاستدامة توقع ان الشرق الاوسط فيه ما يكفيه قطاع غزة هذه حكاية كبيرة والملفت انه اهمهم التغيرات المناخية ولم يهمهم ما يحدث في قطاع غزة من مجازر اليوم نعم خاصة ان الاحتلال الصهيوني اسامة يشتفث كل مقومات الحياة في غزة فالقنابل التي اسقطت على غزة خلال ما يزيد عن الشهر منذ اندلاع الحرب تسببت في ببعاثات على المستوى العالمي ما يعادل ستة وعشرين مليون سيارة عبر العالم القنابل الفسفورية والانقودية والاسلحة المحرمة دوليا هذه حكاية وحدها حكاية تلحق الضرار بالغة وخطيرة جدا على كل الكائنات الحية في القطاع والله غريب هذا العالم اعتقد سيهام يعني الحديث عن الكائنات الحية وعن البرمائيات ولكن ما يحدث في قطاع غزة ربما اعميت عنه الكثير من الابصار لا علينا نوصل هذه الفقرة البيئية الان الحلول التكنولوجية لمشاكل التقطعات المرورية هكذا محرك جوجل سيهام نعم أسامة لأن حركة النقل أو قطاع النقل بصفة عامة يتسبب في نسبة لبأس بها من الانبعاثات فقد اعتمد محرك البحث جوجل تحديثا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي يسمحه بتقليل أوقات الانتظار واستخدام الوقود والانبعاثة الملوثة عند تقاطعات سير السيارات Green Light يكشف المؤشرات المبكرة التي تمكن من تقليل التوقفات بنحو 30% وخفض الانبعاثات بنحو 10% حيث تظهر الأبحاث أن التلوث عند تقاطعات الطرق أعلى بنحو 29 مرة مما هو عليه في الطريق المفتوح التحديث يعتمد على مجموعة كبيرة من البيانات التي تم جمعها من خرائط جوجل حيث يراقب مصارات المركبات وسرعتها ما يمكنه من التحذير بشأن حركة المرور كما ينشئون ماذج الذكاء الاصطناعي لكيفية تفاعل المركبات مع إشارة المرور التطبيق الجديد سيساعد على تغيير توقيت إشارة المرور وربطها عند التقاطعات المختلفة للحفاظ على سير المركبات بسلاسة أكبر طول الليل والنهار هذا أكيد من شأنه أن يقلل من الانبعاثة الغازية للسيارات أكيد أسامة لأنه يسمح بمعالجة البيانات بسرعة كبيرة دون الحاجة إلى تحديث البناء التحتية حاليا التطبيق متاح في 12 دولة في أربع قارات على أن يكون متاحا للجميع خلال الفترة القادمة وهو كذلك نشكرك جزيل الشكر سيهام على هذه الأخبار المنوعة والمختلفة في فقرة البيئة لنهار اليوم نتمنى دائما أن نقدم الأفضل سمجل البيئة أسامة وهو كذلك شكرا سيهام مشاهدين نختم إياكم فقرتنا لألبيئة صباح نيوز لا زال متواصلا ابقوا معنا